هلونا نبدأ طبعاً لأول معاكم بخبر أسعدنا كلنا وهو تتويج منتخب المغرب بالمركز الرابع في كاس العالم وصود الأطلس دخلوا تاريخ كاس العالم من أوسع أبوابه بعد ما حصدوا المركز الرابع لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية وخسر منتخب المغرب قبل كده طبعاً أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين مبارح السبت والحقيقة طبعاً شهرة المباراة أداء رجولي رائع من أسود الأطلس واستظروب صعبة جداً يا إيمان وكان فيه غياب لعناصر مهمة كمان تصابت ونزددتش المال عكوسات معلش بس في الآخر النتائج كانت مبهرة وده طبعاً بالإضافة أنه في عدد من اللاعبين المباراة يعني عدوا المباراة وكملوا وهم مصابين وده إصرار وإرادة قوية جداً حقيقة ما شاء الله فريق المغرب بيبهرنا والمنطقة اللي هو وصل لها دي الحقيقة هي أنا مش متفاجأة لأن هي عوايدهم بس هم اشتغلوا جداً جداً وتعبوا جداً جداً وألف مبروك وبالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله طبعاً احنا النهاردة بعد شوية هيبقى في النهائي بين فرنسا والأرجنتين الأول طبعاً بنبارك لجمهور المغرب وبنقولهم إن انتوا شرفتونا كعرب وقدتوا أذاء يعني غير عادي مستنين بقى كاس العالم ده كان يقولوا عليه على طول كاس المفاجآت فمش عارفة بقى توقعاتكم إيه يا ريت تبعتولنا على الصفحة النهاردة الأرجنتين وفرنسا مبابي ومسي طبعاً عايزين نقول إن احنا من المفاجآت اللي عاملينها النهاردة نقيضات في الرياضة يعني الستات بقى ينتقدوا ويشجعوا ويحكموا في كل حاجة لهم في كل المجالات فالنهاردة فيه تحليل ورؤية نسائية لمبارات نهائي كاس العالم للكرة بعيون نسائية معنا ضيوف إسراء شاكر ونجوة مصطفى وريهام بكير وريهام حمدي ما بين محاكمات وإعلاميات في الرياضة وناس يعني لا جمدين ناكو دوتر يتفرج على الماتشاط يا بنا إن شاء الله أنا ما بتتفرجي على الماتشاط بتحب الكورة جداً حلوة أنا رحب الكورة بس ما عنديش حد يشجعنا تفرج يعني بعض يعني أقرقوا طب هتشوف مرش فرنسا والأرجنتين حاول عشان خطوك لا لازم إحنا مردى لازم نشوف لأن الناس كتيرة قوي متوقع على الأرجنتين فياريت إنتوا تقولوا لنا توقعاتكم أنا عايزة إيه ولا متوقع إيه لتنين أنا متوقع تنين واحد للأرجنتين عارفة لو تلعت تنين واحد للأرجنتين بس يعني في مفاجأة؟ وأنت يا إيمان المتوقع أنا متوقع لأرجنتين واحد سفر متوقع لصالح الأرجنتين أو التعادل مونا بقى عشان لسا نعمل مونا متوقع إيه مون أتشجع مونا بتحديش تتوقعي؟ لا ما حاجمش أنت دحكتيني أنا ما بفهمش في الكورة يا جماعة صايمة هي أنا ما بفهمش كورة يعني معرفش البنالتي من الوف سايد أنا معرفش يعني أساساً فأنا حبيت أشارك مع أصحابي ويلا هننزل كلنا نروح نتفرج على الماش يلا بينا قلت تجربة جديدة وهل واحد يتعلم برضو فأنا قلت إيه؟ فبيقول أوف سايد تقوله إيه ده؟ يعني جن قالوا لي ممكن تسكوتي خالص لحد آخر الماتش بلاش تعليق يعني اتفرجي وانتي سكتة عشانك شكور نحن نتناول الموضوع ده بشكل دمه خفيف الستات بيقولوا إيه؟ يعني فيه ما بيشوفوش خالص تقعد تعمل الفشار لجزء عشان يقعد يتفرج على الماتش لأنه غاوي وفيه أزواج على فكرة مش غويين كورة خالص استعيزة يعني مش شرط يكون الراجل بالعكس بقينا نشوف بنات بتسافرهم يقصص عشان متشارك في كاس العالم طبعا أنا بصراحة بحب كورة جدا واللي خلاني أتفرج قوي على الكورة ابني ابني الكبير مجنون كورة شفتي بقولك لازم حد يحقزك مجنون كورة بس يعني ما عرفش كاس العالم آه ياسين ياسين وحمزة الاتنين بيحبوا كورة قوي بس ياسين كمان اللعيب كورة جامد جدا ما شاء الله ما شاء الله فبعرفش بحس إن موضوع كاس العالم حتى لو ملناش في الكورة موضوع مختلف الجو العام بيبقى مختلف وإن أنت بتنتمي بقى الفريق أو بتشجعي فريق وعايزاي يكسب يعني زي ما بتحسي كده كأنها خروجة كده هي خروجة وبقت لطيفة الناس بيخرجوا في الكفاهات ويتفرجوا برا عمر يا مصر دايما مبروك مبروك للمغرب والعالم العربي كله ألف ألف مبروك وبنحبكوا بزاف ولا برشا سيغششوني حاجة بزاف لقول لهم ايه بزاف بزاف طب